من كم يوم الرئيس كان تكلم على رغيف الخبز أنه بقلنا سنين طويلة جدا رغيف الخبز بخمس قروش وتكلم على أن هذا ليس ينفع في ظل أننا لدينا تحديات كثيرة جدا ومنها مثلا نحن عايزين نعمل وجبة مدرسية ومن الدنيا قامت ومقعدتش وطلعت بقى أراءة كثيرة جدا متبينة أراءة مع الرئيس أننا لازم نوفر فكرة الدعم رغيف الخبز من أجل أننا ناس تانية تستفيد منه والمواطن يستفيد منه بشكل آخر ما نقولش أن الدولة تأخذ الفلوس تحطها في جبهة والبعض الآخر قال لا إلا رغيف الخبز إلا رغيف المحدش يجي عند رغيف الخبز ورغيف الخبز بقى له 40 سنة بخمس قروش يفضل أو بقى له حاجة و30 سنة بخمس قروش يفضل برضو بالخمس قروش وقراءة متبينة كثيرة جدا اتقالت ويمكن الرئيس من يومين تتكلم على إعادة تنظيم منظومة الدعم في مصر إعادة هيكلة منظومة الدعم في مصر تبقى بشكل تاني بحيث أن الدعم يروح لمستحقية وهو حتى قال لا تخافوش أنا مش هلغي الدعم فعايزين نتكلم النهاردة عن موضوع يعني بيهم كل الأسر المصرية هو رغيف الخبز وأنا الحقيقة من الناس اللي حب أسمع قراءة كوي يعني عايز أسمع قراءة حضراتكم كمان حابين تقولون إيه حابين تقولون إيه وجهة نظرك بشكل تعبر فيه عن وجهة نظرك هل لو رغيف الخبز ده اللي هو بخمس قروش غلي شوية هل ده فعلا هيأثر بشكل كبير جدا 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 على الأسر المستفيدة من رغيف الخبز ولا لا وهل يعني لو أنت هتقترح للحكومة تقترح أن رغيف الخبز يزيد شوية ولا لا إلا رغيف الخبز زي ما البعض بيقولنا حب نسمع قراءكم وحب كمان قراءها على صفحتنا على الفيسبوك سيتي في إيجبت لكن تعالوا نتكلم أكتر من خلال ضفنا اللي بنوارنا النهاردة أستاذ عطية حمد رئيس شعبة المخابز أهلا بحضرتك أهلا بيك بنوارنا جدا ربنا كريمك حبيب مرسي إيه أخبار العيش بقى أنا شايف الناس كثيرة مبسوطة الفترة اللي فاتت من جودة رغيف الخبز لكن في بعض الأماكن يقول لك لا الرغيف شكله مش حل فهل حضرتك بتوصل للأماكن اللي الناس بتقول عليها أن الرغيف الخبز شكله مش حل هو أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة الرغيف في مصر النهاردة وخصوصا من فترة اللي هي من 2014 يتحسن باستمرار الحقيقة إحنا بقى عندنا رغيف خبز جيد والصنعة بتاعته كويسة والحقيقة إحنا كنا دايما بالنادي أن دايما الحاجة الكويسة بتطلع من المنتج بتاعها أو المادة الخام بتاعتها يعني لو ديق كويس بيطلع ريف خبز كويس يا صدعطي دايما الريف دايما المخابز اللي بتبقى في الريف رغيف الخبز أنا آسف في التعبير بيطلع وحش إذن حضرتك بقى بتقول على الريف آه بتكلم طبعا عن الريف والريف ده من ضمن الحاجات اللي هي اللي الرئيس أساسا بيعنيها بمعنى إيه النهاردة زي ما حركت فضلت وقلت في المقدمة أن الرئيس بنادي أنه لازم يتحرك سعر الرغيف لازم يتعادي هكالة الدعم من جديد وطبعا أنا من المؤيدين بنسبة كبيرة جدا 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 لسات الرئيس ليه؟ ليه؟ دايما المقولة اللي بتقال أن داعش الغلابة أيه؟ أنا على المستوى الشخصي كرئيش عبد النخابز القائرة على المستوى الشخصي والفكر الشخصي أنا أنا بقول إن كان دا رغيف الغلابة ففي المقابل دا برضو رغيف المنتفعين المنتفعين فيه أكتر من الغلابة مين هم المنتفعين؟ المنتفعين دولة اللي هم الناس اللي بيأخذوا الرغيف في الأرياف بالأخص ويأكلوا للبهايم للدواجن للمزارع الأسماك يعني فيه ناس بتاخد ريف الخبز ده بتاخده من حضرتك بخمس قروش عشان تأكله للبط يا حضرتك ما تكلمش عن دنا أو في المدينة أو في المحفظات أنا بتكلم عن عموم يعني في المناطق اللي هي طبعا يا فندي ماماري ليه بقى؟ لأن النهاردة العلف بتاع الدواجن علف بتاع الأسماك غالي قيمة التسوية بتاعته غالية فالنهاردة أقرب حاجة إيه بغيف ليش فهو ده هذه حاجة من ضمن المنتفعين طب ممكن أقول لحركة على حاجة بس ما تزعلش في بعض الناس لما بيسمعوا الرأي ده أنتوا مش حاسين بالغلابة أنتوا قاعدين مش عارف إيه أنتوا بتعملوا رأي أقول لحركة كما جزئين فيه ناس فعلا غلابة يستهلوا يستهلوا أن يأخذ الرغيف مش بشيلين يأخذوا بلاش الغلابة منتفعين لكن فيه منتفعين طبعا ده هو ده سنة الحياة والنهاردة لازم فعلا السعر يتحرك أنا ما عودش بسعر النهاردة بالو 40 سنة بشيلين طب أنا يا سيد عطي أنا دلوقتي أحرك وصفت المشكلة أن فيه منتفعين فيه بعض بيأخذ الرغيف العيش ده يروح يأكل البط والوز ويعملوا علف لأنه أرخص من العلف لكن فيه برضو ناس غلابة جدا يستحقوا يستحقوا طبعا إزاي نحل القصة دي المعضلة دي هرك وصفت المشكلة شايف حلها إزاي بحيث أن الراجل الفقير ده ما يتقزيش وفي نفس الوقت الراجل اللي بياخد الحاجة يسرقها ياخدوا بتسعيرها غالبة أبعد كده يعني أنت على فكرة بتعجبني جدا أنك أنت بتحط الحاجة ببساطة قدام بعضيها شكرك ده حقيقة شكرا يعني أنت النهاردة بتقول فيه غلابة وفيه منتفعين أي سيادة الرئيس النهاردة ما بيجيش إلا على المنتفعين ما جايش نحن لغالبان في حاجة أي صح؟ صح؟ ده اللي إحنا بنشوفه لكن إحنا في الرئيس العيش ده الحقيقة ده الحقيقة هل النهاردة الغالبان مش لقى الرئيس أبو شيلين موجود لا موجود موجود وبياخده لكن المنتفع النهاردة زي الأرياف والمواطق اللي هي فيها مزارع الأسماك وفيها مزارع الدواجن وفيها كلام ده كله المنتفع ده النهاردة موجود عنده بكسر العيش بس هو بيوظفه بقى المنتفع ده بيوظفه بياخد جزء منه بالأكل والجزء الأكبر للعلف للعلف فإذا النهاردة سأت الرئيس مشكور أنه هو عايز يقنن بقى حتة الإهضار في رغيف الخمز إهضار إزاي يعني أنت النهاردة لما تحرك السعر بقى أنه 40 سنة بشيلين إيه الشيلين ده مفيش حاجة بشيلين مفيش حاجة بشيلين وبعدين يعني محدش جنحة السعر إذن برضو نقدر نقول أنه هو الرئيس بيحط إيده على المناطق اللي فيها الانتفاع أكتر من الناس الغيرين حرك عارف أن الرئيس حتى قال كده أن هي مشكلة تحريك سعر الخبز دي يعني جيل وراجيل الرئيس الجمهورية أو الحكومات اللي بتتعاقب بعض يخاف يجي ناحية رغيف الخبز حد يجب أنه يجنح تسعير غير طبعا لأنه عارف أن الرغيف الخبز ده خط أحمر والناس كلها ممكن هو الخط الأحمر ده تفهم غلط لكن الدنيا لازم تتحرك نحن النهاردة البلد بتتحول للتحاول الرقمي يعني في النهاردة الدنيا ماشي سريعة ونحن لازم نواكي بالسرعة دي ونمشي معه طب إزاي أوصل للغلبان والدهول بشيلين أدوله ببلاش أنا مش هجيب سرط الخمس قروش اللي هم ما بيسويش حاجة دلوقتي أنا هدي للغلبان رغيف العيش ببلاش والمنتفع ده أو اللي هو قادر إن هو يشتري الرغيف بربع جنيه أو أكتر يشتري أعملها إزاي إزاي أوصل للغلبان اللي مجيش عليه والتاني اللي قدر يدفع دفاع يعني أنت النهاردة هنقول ما فيش حد النهاردة غلبان بياخد الريب ببلاش بياخده بسعره لأنه عايزه أي طبع ومحتاجه بسعره ده يعني لو تحرك السعر معه حاجة بسيطة مش هأثر برضا على الغلبان يعني ممكن يتحرك يبقى بكام بكام دي أنا هقول لي حرك على حاجة هقول لي حرك على حاجة منقسم جزئين أنا كراجل الرئيس شعبت مخابز أنا أنا ليس لي علاقة لمن بعيد ولا من قريب بتسعير رغيف الخبز لأن دي ده مهام دولة ومليش أنا فيها أنا راجل منتج لرغيف بنفذ كل التعليمات والتوجهات الوزرية اللي الدولة بتحددها لي في صناعة الرغيف بس حضرتك في قلب المطبخ بتاع رغيف الخبز لكن تسعير مليش فيه حضرتك في قلب مطبخ رغيف الخبز انت شايف حضرتك إنه هو ممكن لو تحرك نوصله كام كوجهة نظرة شخصية ووجهة نظرة شخصية ما لهاش علاقة بمهام عملك بالضبط كده أنا كوجهة نظرة شخصية من أول مستدر الرئيس أعلن وصرح بتحرك الرغيف أنا بقترح إن الرغيف يبقى بعشر سيخ حيبقى في المتناول مع الكل مع الغلبان مع الجميع وفي نفس الوقت يبقى فعلا السيد الرئيس عفتاح السيسي أو الرئيس جمهورية يتطرق التحرير لتحريك ما هو بقى بعشر أساغ ما هو برضو اللي بيعمله علف مش هيبطل يعمله علف ما هو أنت لو عملته حتى بجنيه طول ما سعر العلف نفسه هو غالي فهو بيأخذ الأرخص زيما ما هو الطمع بتاع بالإنسان كده الجشع اللي عند الإنسان كده وانا وانت النهار ده لما هتخليه بربع جنيه ولا هتخليه بنص جنيه مثلا وفيه المتفعين سواء من كله بقى ما هيبقى فيه أخطاء ويبقى فيه مخالفات هل ده أنت لما تعلي السعر أو تحرق السعر المخالفات هتقل لا بالعكس أي بس أنا يعني هل ما فيش منظومة في البلد أقدر أوصل بها للإستحق يعني أنا أقول لحضرتك مثال بسيط جدا بيحصل في مصر يعني بواب العمارة بيروح يجيب الرغيف بخمس قرش تمام والساكن في العمارة شقته ب 2 مليون جنيه ويجيب الرغيف العيش بخمس قرش وفيه في مصر كده أحد يقول لي وفيه حد معا 2 مليون جنيه هيجيب الرغيف عيش من أبو خمس قرش آه ده كتير جدا على فكرة كم واحد عنده بيت وعنده عمارة وعنده أراضي وعنده كذا بروحي بيجيب الرغيف أبو 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 خمس قرش فهل أقدر أوصل للبواب ده أقول له لا أنت أنا أجي جنبك أنت ساتك برضو ما توصفه بالطريقة دي لأن النهاردة بواب العمارة بيأخذ بيجيب لقايش أبو خمس الساق اللي عنده 2 مليون واللي عنده 10 مليون هو يقدر اللي عنده 2 مليون و10 مليون ما بيأكل للرغيف ده ليه الرغيف ده أولا صحي جدا طبعا أحسن من الرغيف اللي بتسمى السياحي مليون ألف مرة صحي جدا فيه كل المقاومات والفيتامين اللي هي بتساعد الإنسان الكبير والصغير في صحته طب ما قدرش الديل ده بخمس قرش والديل ده مثلا بخمساشر قرش أو عشرين قرش فهذا يشيل نصيب ده بص حضرتك طول ما السلعة المدعمة لها سعرين يبقى فيه سيقصودة يبقى فيه اهضار للمال العام يبقى فيه مخالفات حرك قلتلي وممكن اللي بياخده بخمسة يروح يبيعه هو بربع جنيه النهاردة الفكرة كلها في المواطن المواطن النهاردة اللي يتنازل عن حقه ويتنازل عن المساعدة اللي الدولة بتقدمها له النهاردة بتعمل الدولة بتقدم الدعم لمحدود الدخل بتقدم الدعم للفقير اللي حركة بتتكلم عليه لما الفقير ده ولا محدود الدخل يتنازل عن حقه وعن المساعدة اللي بتقدمه الدولة في سبيل انه هو يستبل الرغيف بفلوس او بسلع او او وطفر بأي حاجة الفقير النهاردة هو اللي بساعد انه النهاردة بياخد الرغيف ببريسة من مخابس عادي جدا وعلى قلبه زال عسل ليه لانه عايز ياخد الرغيف بيأكله ولو خده بشيلين برضو بياخد بيأكله لكن النهاردة هو المواطن ده هو اللي بفرد في حقه وبيفرد في المساعدة اللي بتقدمه للدولة يعني مش عارف اقول حرك ايه انا عايز اقول حرك انه يعني في الفترة اللي فاتت في ناس كتير جدا زعلان اللي هما متوسط الدخل بيقولك ان كل التوجهات رايحة لمحدودي الدخل اول للشخص الفقير من تكافل وكرامة من سعم من اسعار مدعمة من شؤ مدعمة لكن ربما انا خايف على الطبق اللي هي متوسطة الدخل متوسط الدخل ده اللي بيودي ولاده مدرس على قده بس بفلوسه بيروح ياخد الحاجة من غير دعم بفلوسه بيقدر ينزل ويشتغل وينتج فبيقدر ياخد من خلال الفلوس اللي بيشتغل بيها يصرف بيها على نفسه ربما يكون حتى ما بياخدش تموين فانا عايز احركة الطبقة المتوسطة دي اللي هي بتقع ما بين الفقير والغاني اعتقد هي دي اللي شوية يعني انا بقى يتحرك جدا بس اللي انا عايز اوصل لك برضو لازم نحن نكون منصفين لازم نكون منصفين بمعنى النهاردة لما تيجي حضرتك تقيس متوسط نصيب الفرض او متوسط داخل الفرض المتوسط اللي بتتكلم عليه النهاردة كان كام والنهاردة بقى كام هل هو داخل الفرض في السنوات السابقة زي ما هو ولا في الزيادة لا بقى ازيت بس الاسعار بقى ازيت يعني في الاخر بيوفر في الاخر 50 جنيه النهاردة بياخد 3000 جنيه وبيستلف عليهم 2000 جنيه يعني انا بقول حرارك الواقع انا مليش دعو بقى ادى انا بس عايز ارجع على حضرتك تاني هي فيها حرارك فعلا ان فيه النهاردة فيه مواقمة فيه مواقمة النهاردة بين الدخل وبين اللي بيتصرف يعني انت النهاردة لما تيجي سلعة زي الريف العيش هي الدولة بتوفره لمتوسط الدخل ده توفره للكل بخمس ساغ اذا مش هي دي المعضلة عند متوسط الدخل يعني انت بس نحن عايزين نوصله بنقول ان النهاردة دخل المواطن اللي هو متوسط الدخل او محدود الدخل كان كام والنهاردة بقى كام النهاردة بقى عنده مهما كان عنده الامكانية ان هو بيصرف وبيجيب كل احتياجاته للبيت انا عايز اطرح لحضرتك كل الافكار سواء الافكار اللي الناس توافع عليها او تتهمنا ان احنا بن ياريت ما في حوار مجتمع للكلام ده بعض الاشخاص بيقولوا حضرتك طب ما هو سعر رغيف الخبز نفسه وزنه قال بنتكلم في شهور فاتت هل دي ما تعتبره حضرتك كانت زيادة في سعر رغيف الخبز لا هو اللي حضرتك حاجة السعر الوزن القل اللي دوت كان من 110 نزل 90 جرام احنا نهاردة احنا كصناع للرغيف ومنتجين للرغيف زي ما قلت حاك في البداية البرنامج احنا بنخضع للتوجهات الوزرية والقوانين المنظمة لصناعة رغيف الخبز وبنخضع للتسعير الجابري يعني الدولة تبيع الرغيف ده بشيلين هنبيعه بشيلين اللي بيع بأزد من شيلين بيقبأ مخالف بيتبع بيأخذ معها النجرة القرنية اكيد طبعا المغبز وصاحب المغبز مرهوش علاقة بقصة ان هو ينقص سعر للتسعير ولا الوزن ولا الوزن لكن النهار ده رحمة احنا زي ما قلت حراك ده الدولة بتتطور الاقتصاد العالمي كله في الزياد احنا بنتحول لتحول رقمي عشان نواكب العالم كله عشان يبقى مصر دخلها في المصاف اللي هو الدول اللي هي فعلا منتظمة اقتصاديا فانت النهار ده مطلوب ايه تاني احنا عايزين احنا كناس منتجين الرغيف دايما بالنادي عايزين تكلفة الرغيف لان كل حاجة تحركت الاسعار العالمية الالقامح تحركت اسعار الطحن تحركت اسعار الرغيف اسعار التكلفة الانتاج للرغيف تحركت من حاجات كثيرة جدا لان انت هل تتخيل حدرق النهاردة انا صاحب مخبز بتعامل زي اي مواطن في الشارع موجود متوسط او محدود او غني بجيب كل حاجة في انتاج الرغيف الخبز زي زي اي مسالك معدد دي اللي الدولة بتدوني وانا بدفع حقه برضه صحيح انا انا اعايز اقول بعض الاراء المطروحة وحضرتك لو تحب اتعقب السامير دمين يقول اصحاب البطاقات اللي بياخدوا تموين ما هم مقدمين ومعروف مرتباتهم اللي بياخد اللي عنده بطاقة حضرتك بياخد خبز وبياخد تموين بياخد خبز وبياخد تموين يعني ي 찾ن شك بياخد خبز بس لا طميم الAlex ليخد خبز الأحيان ليست باجه محتاج التموين ولكن البطاقة بطاقة التموين بطاقة الدعم هي بتصرف الحاجتين القبز والتموين ممكن واحد النهار ده مجال ليس وموجود في كل السلاسل وموجود في السوبر ماركت. فأنا محتاج هذا الرغيف لأنه صحي بالنسبة لي. أنا أريد أن أعيش بس في ناس كده. سيدة مونة مونير بتقول رأيكم إيه في ناس ترويتها بتتعدى لعشرة مليون وناس مهاجرة من أكثر من عشرين سنة. معهم جنسي الدول الأجنبية وعندهم بطاقة تموين وبيصرفوا الرغيف الخبز اللي بخمس قروش. روحوا شوفوا العربيات اللي وقفة قدام مخافز الرغيف المدعمة. هذا كلام برضو. أنا برضو حاب أرد على سيدة مونة. فأقولي نهاردة نحن نبص على النوعية دي. أولا نحن نهاردة. ودي إشادة أنا بقولها لحضرتك وللناس كلها. اختيار الدولة للدكتور علم صلحي وزيري للتوين في 2017. هي اختيار موفق جدا. اختيار موفق جدا 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 جدا. لأن الراجل ده ربنا يدي له الصحة هو اللي حافظ على إهضار المال العام. وهو اللي حافظ وقنن الدعم بتاع رغيف الخبز والدهيق. النهاردة كان في السابق ما كانش فيه قاعدة بيانات تبين مين المستحق ومين المستفيد. ومين اللي هو ملوش في الاستفادة دي. النهاردة عندنا قاعدة بيانات محترمة جدا. تابع الانتاج الحربي وتابع ودارة التموين. وإن كان طبعا أوقات بيبقى فيها غلطات. يعني بروحوا يقولوا أنت عندك عربية جديدة وهو أصلا بيعافش يسوق. تزحق الخطأ ده وارد في كل اخطاعة. لكن النهاردة أنك أنت يبقى بأن توفر عند الدولة قاعدة بيانات سليمة وصحيحة بنسبة حتى 80% يبقى أنت نجحت. طب في اقتراح لحضرتك أستاذ نبيل بيقول لحضرتك. طب إيه المشكلة بدل ما تبقى حيثة الفرد خمس ترغفة ما تخليهم أربعة وخلاص. وما تزودش السعر. بص حضرتك أنت كده بتلعب يعني بنيجي ناحية تكلفة الرغيف برضو. مع أنت لما تخليها أربعة لازم أتعيد تكلفة الرغيف. وثلاثة هتتعيد تكلفة الرغيف. طب أنا النهاردة المواطن يعني أقل مواطن زي ما حارب كولر غلبان. محتاج إيه هم الخمس ترغفة. خمس ترغفة دول بيقولوا مع طول اليوم. ده فيه كمان يعني برضو. يعني تكمل الكلام حضرتك. يعني فيه أكاونت اسمه أنا سيمون. بيتقول لحضرتك أنا أرمالة ومعي أربع ولاد. واللي متسجل على البطاقة تقريبا فردين أو حاجة كده. عندها تأثير في العيش. عندها عندها تأثير في العيش. لأنها بتجيب العدد القليل من العيش التي الدولة سمحها لها. بيعيب العيالها والولادها. الحالة دي ما بتفرطش في البطاقة أبدا. ما بتفرط في تجيب العيش. لأنها تحتاج فعلا للحصة التي تأخذها طول الشهر. ما هي ديك وإصلاها حالات. تمام أنا برضو يعني أنا بشوف أنه فيه تفاعل كبير الحقيقة معنا. وده حلوة جدا. يعني أنا بقرأ الأراء وفي ضدها. يعني حضراتكم ممكن تدخلوا معي على صفحتنا على الفيس بوك سي تيفي إيجيبت. وتشوفوا الرأي وتشوفوا ضده. يعني حد بيقول لي إيه إلا رغيف العيش. وحد أستاذ بشرة بيقول لي إذا كان عملة الخمس قروش أصلا تلغت. إزاي يبقى فيه رغيف بخمس قروش. وأستاذ جانت بتقول أنا معيكم إن فيه ناس كتير بتأخذ العيش. وتنشفه وتبيعه أو تأكله التروي والحيوانات. لكن في ناس ما عندهاش غير رغيف العيش بتأكله حاف. لو سعر الرغيف زاد هيكون كام. والناس الفقرة هيقدروا عليه أو لا. أستاذ زنفين بيقولوا إحدا بنشتري رغيف العيش برد دعم بخمسين قرش. والرئيس قال تكلفته خمسة وستين قرش إزاي. عايزة أقول لك الموضوع ده فيه ناس كتير خدت من نقطاتها كتير. بيقول لك إن الرغيف السياحي يتبع بخمسين قرش. وحضراتكم بتقولوا إن الرغيف أصلا بخمسة وستين قرش. إزاي يعني؟ واللي بيبيعه بخمسين بيكسب فيه. بص حضرتك. يعني أستاذ النفين طبعا هي بتشغل العيش بس. عايزة. ومالاش علاقة العيش بتعمل إزاي؟ ولا بيجي إزاي؟ ولا دي المصنع. أو الوزن يعني هل الوزن الرغيف السياحة بخمسين قرش؟ هي تشغل الرغيف عبو نص جنيده كايزر. لكن النهاردة الرغيف أبو شيلين اللي هو الدولة بتدعمه. تقول قد السياحي مرتين يمكنه ثلاث مرتين. بصبت كده فأنا غير الجودة. غير جودته. فأنت النهاردة أستاذ النفين بتتكلم فيه؟ يعني هي معترضة ولا موفقة. لا هي بتقول إزاي حضراتكم بتقولوا إن الرغيف تكلفته الفعلية خمسة وستين قرش. وأنا بشتري سياحي بخمسين قرش. لا هي بتشري السياحي من مخابز مخالفة. لأن اليوم كده النهاردة. لأن النهاردة المخابز السياحية عرض وطلب. والديق بتاعها والعمالة بتاعتها عرض وطلب. وفيه كذا مصدر لأنك أنت تجيب منه ديق. وفيه كذا مصدر أنت تجيب ديق البلدي وتحطه في المخابز السياحية. ويتبع بخمسين قرش بس كايزر. يا أستاذ عطية أكتر من حد الحياة كاتب تقريبا نفس التعبير. بيقول لحضرتك فيه ناس غلبة جدا يستحقوا أن يأخذوه إن شاء الله ببلاش. وفيه ناس إحنا عارفين أن هم بيأخذوا العيش بروح يشتروه بخمس قرش. وهم معهم يشتروا الرغيف العيش إن شاء الله يكون بجنيه ولا باتنين جنيه. فما تددوا لده حقه وخدوا من ده. يعني حركة بتكلمنا على منظومة قادرة تفرق ما بين ده معاه وده معاهوش. في الأكل حضرتك إحنا متفققين أنا وإنت أن في أكل الرغيف ده بالذات. الراجل اللي معاه ملايين في احتياج للرغيف ده صحيا. أي صح. طمام. الراجل الفقير اللي معهوش محتاج للرغيف ده لأنه هو ده أكتر. ما اللي معاه يجي يقول لي هاتلي عشرة رغيفة بخمسة جنيه بخمسة جنيه بخمسة جنيه. هو أكتر رغيف إن هو بيساعده إن هو يشبع. خدت بالحركة إزاي. فإحنا النهاردة زي ما قلت الحركة ده السلعة المدعمة طالما دخل فيها سعرين يبقى فيه سوق سودة يبقى فيه إضار ملعام. والدولة طبعا بتحارب الكلام ده. فزي منهاردة نحط في سلعة مدعمة سعرين. يبقى أنا بقى وسط كل اللي أنا عملته. أستاذي نحرك أستاذ أمونة من الجيزة عايزة أتكلم بحضرتك أستاذ أمونة أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. اتفضلي. ألو. أهي أستاذ أمونة معيك. صباح الفل. دلوقتي حضرتك داخل يعني اللي هم معيهم كروب تكافر وكرم. يعني ظروفهم على الآخر. إحنا لما الرغيف يغلق هنعمل إحنا إيه؟ ما هو اللي مجيين هون مقليلين أصل. تمام. الدخل اللي داخل قليل. وهيزود الرغيف. إحنا نتصرف إزاي؟ وفي أفراد مش موجودة أصلا في البطاقة. تمام صح كده. خلاص معيك يا مدام مونة. يعني مدام مونة مثلا بتتكلم حوارك على حالة بتقولك أنا تكافر وكرامة. يعني الدولة معترفة بي أن أنا شخص أو مواطن أستحق الدعم. وأن أنا الدولة أصلا بتدعمني ماديا بفلوس. فإزاي أنا كدولة معترفة بي أن أنا فقير. وإزاي تغلي عليها الرغيف. فاندم دلوقت الأستاذ أمونة معلش يعني هي بتقولي الدولة معترفة بيها تكافر وكرامة. أي. حلوة. هي الدولة النهاردة منعت الدعم. سيادة الرئيس في الخطاب الأخير بتاعه. لا لا لا. الرئيس قال لا أنا مش همنع الدعم. الرئيس بيعمل عملية تنظيمية. للدعم عشان يحافظ على الدعم فعلا اللي يقدمه للمواطن الغالبين. زي الأستاذ أمونة. هو بيحافظ على كده. لكن هو من بلغيش الدعم خالص نهائي. ده هو بيحافظ على المراحل اللي بيمر بها الدعم عشان توصل لمستحقية. والنهاردة لما السعر ده يتحرك. زي ما قلت حركة ده يتحرك بعد ما يتعامل حوار مجتمعي ويتعامل دراسات. إنه يتحرك قد إيه. مش هيأسر على حد. خالص. أنا أنا وقت بي أخلص الزعطية. بس برضو أنا معلش تضعت حضرتك بنفس الفكرة اللي بقولها في البداية. أنا بشوف ده وبشوف ده. بشوف الفقير اللي قاعدين يعني في القرية وعلى قدهم وحتى ما عندوش مياه في البيت. فده يستحق يأخذ الغيف العيش ببلاش. وأنا شفت قدام عيني الناس عندها عمرات أعرفهم. بيقول لك يا حرام يا ظلمة تغلل الغيف العيش. وهو مش معه يشتري الغيف العيش. ومعه يشتري الغيف العيش ذهب. بس يقول لك يا ظلمة هتغلل الغيف العيش. فأنا نفسي ده يأخذه إن شاء الله ببلاش. وده يدفع. يعني يبقى فيه تتعامل منظومة. زي ما الرئيس قال إعادة تنظيم الدعم. يبقى اللي هو فعلا يستهر الغيف العيش يأخذه بشيال إن شاء الله حتى ندوله ببلاش. ونقول له دي هدية من البلد ليك إنتا. واللي يقدر يدفع يدفع. وأنا أقول لك على حاجة مثال بسيطة. فضل. وأنت النهار ده لما بتخش علينا الأعياد. أي. حاجة بسيطة إيه. لما بتخش علينا الأعياد أو المناسبات اللي هي. القومية بتاعتنا اللي احنا بنحتفل بها كشعب مصر. طبعا. بسيطة لقى الدنيا كلها. اللي معاها زي اللي ما معهوش. الدنيا كلها نازلة. انزل المناطق الشعبية اللي فيها المحلات واللي فيها الأسواق التجارية. شوف الناس بتشير إزاي. الغلبان والفقير وتكافر وكرمة كله مع بعضه. فالنهار ده إحنا هي دي مش سبوبة عشان نفضل نقل نتكلم فيها نقول. الغلبان أو لا الغلبان محدش يجي نحييته. ولا ولا حتى السيد رئيس الجمهورية جاي نحييته. ده بالعكس. ده عايز وصله حكته. طبعا. بطريقة منظمة. وبحيث أنه محدش ياخد منه. بس هنا في نقطة. لازم المواطن الغلبان أو اللي هو محدود الداخل أو الفقير. لازم بقى يبقى عارف أن الدولة بتعمل كل الأمور دي كلها. عشان تحافظ عليه. وهو المفروض عليه ما يفردش. في المساعدة للدولة بتقدمه له. لأننا على مستوى المنظومات بتاعتنا. المواطنين النهاردة بتفرط في بطاقة التأموين. صحيح. وده حقيقي. وأنا عايز أقول على حاجة للأمانة. ما يكون راجل غلبان وفرط في بطاقته. وانا عايز أقول على حاجة للأمانة برضو. زي ما بنتكلم على رغيف العيش. بنتكلم النهاردة. أننا في بلد بقى توفر سكن للناس المعدمين اللي عاديين في عيشه. من غير ما يدفعه لما يأخذوا مفروش. نهاردة فيه تكافل وكرامة. ما كانش فيه حاجة زمان اسمها الفقير يأخذ مرتب شاهري. نهاردة بقى فيه حياة كريمة. ندخل نعمل في البيت حمامات. فهي فكرة النظر. يعني فيه ناس يستحقوا ويستهلوا وقفوا رأسنا. وفيه ناس الحقيقة بالتاجر باسم الغلابة. يعني أنا عايز أقول كده. نحن قلنا من الأول ده دعم ده للغلبان وللمنتفع. مش قلنا كده في الأول حددنا احنا. لخط السير بتاعنا. إن ده دعم ده للغلابة أولا وللمنتفعين ثانيا. حرقوا لتالوقتي إن فيه ناس ما عندهش مية في الأرياف. حياة كريمة النهاردة المبادر الانبياسات الرئيس النهاردة دي. وحد كان يتوقع ولا كان يحلم أن الريف المصري اللي احنا شفناه في أقاصص صعيد. وفي المناطق النائية كلها. أنه تطور تطور جميل ده. ما حدش كان بيبص للغلبان وللفائر كانت مجرد شعرات. النهاردة بنشوف. العشوائيات اللي احنا كنا فيها النهاردة والمدن الكتير اللي طلعت دي. وده كله ببلاش. صحيح. إحنا بنشوف ده للأمانة وأنا وقت خلص وأنا حاولت أن نطرح وجيتين النظر. ودخلوا على صفحتنا على الفيس بوك سي تي بي. شوفوا وجهات النظر بتاعتكم. ومش بتاعتنا إحنا. وشوفوا الناس فيه ناس معا وناس ضده وناس هنا وناس هنا. وأنا بعتذر جدا لي الاتصالات الكتير اللي ما قدرناش نخدها لضيق الوقت. بنشكرك جدا. أستاذ عطية حمد رئيس شعبة المخابز نورتين. بس أنا لها تعليف صغير. قدر. يعني الفقرة الحوارية بتاعت حضرتك. لما يكون فيها حاجة بتمس المجتمع وبتمس الرجل الغالبان والفقير. يتبقى المفروض فقرة واحدة أنا ما بعدلش. بس تبقى فقرة واحدة عشان تستقبل فيها كل المدخلات. بقى فقرة أطرق. بحيث أن هي تبقى تاخد وقتها عشان الناس ما تزعادش مننا بس. الله حضرتك تنورنا تاني وتالت وحرك دايما. بسعيد لما يكون موجود معك. وجودك للأمانة بيضيف دايما. وأنا أبقى سعيد جدا. شكرا جدا. نشكركم مشاهدين على متابعاتكم لينا. إن شاء الله نكون معاكم بكرة أنا وهيبة وحلقة جديدة وصباح النور. موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة